بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدة قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وتغطية خاصة عن سفر أو وصول وصول بحثة فريق النادي الأهلي إلى القاهرة بعد الفوز بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك بالأمس بنتيجة 2-0 مباراة جيدة أداء ونتيجة وجماهير النادي الأهلي مبارح صنعت الحدث على ملعب استاد هزاع بن زايد في أبو ظبي وبالتأكيد حدث كان كبير جدا ونتيجة وأداء وشكل وأسطورة سطورت جماهير الهل مبارح في الملعب كانت حاجة مهمة وحاجة كبيرة جدا بلفوز بكأس السوبر بعد مرحلة كانت فيها صعوبات وتحديات كانت كبيرة جدا أمام كل أعين الجماهير الأهلوية والجماهير المصرية في كل مكان صباح السوبر صباح الانتصارات صباح الفرحة فرحة مصر وفرحة الشعب المصري بالتأكيد بتبقى واضحة بنسبة كبيرة لما الأهل بينتصر ولما الأهل بيكسب سواء في البطولات المحلية أو حتى في البطولات الدولية والقرية السوبر اللي اتحقق بالأمس ده السوبر رقم 12 ونحن هنا بنتكلم عن أرقام غياسية بتتحقق حتى في أحدث البطولات اللي بيتم استحدثها من قبل الاتحاد الوطني والاتحاد المحلي الاتحاد المصري لقرة القدم 12 بطولة سوبر يعني بنتكلم في 3 أضعاف أقرب المنافسين أقرب المنافسين نادي الزمالك أربع بطولات سوبر لكن الأهلي اضرب الرقم ده في 3 يبقى 12 لقب سوبر وبالتالي السوبر دايما هو الأهلي والسوبر دايما واللي معودنا على البطولات هو النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي صاحبة الفرحة في المقام الأول اللي انبارح هي صنعة الحدث في استاد هزاع بن زيد الأهلي فاز بهدفين مقابل لاشيء اتنين أسست من زكريا الوردي وطاهر محمد طاهر هدف بورونو سافيو برازيلي برازيلي بجد هدف ولا أروع ولا أجمل من كده اللمسة والتصويبة وإنك تركنها في الزاوية البعيدة لا إمكانيات لعيب كبير جدا من أول يوم اتكلمنا عنه ودفعنا عنه رغم أننا المفروض نتكلم عن إمكانيات لعيب لسه منضم للأهلي لكن من أول واحد لكده وضعوك على طول قرد فعل للدفاع عن أحدث السفقات وأبرز النجوم اللي انضمت للنادي الأهلي هدف بورونو سافيو أكيد فيه تفاصيل كتير هنتكلم فيها انبارح كمان الهدف الثاني كريم فؤاد بس قبل كريم فؤاد الأسست الرائع من طاهر محمد طاهر استلم رأس إمام عشور بمهارة عالية جدا وتمريرة يعني بلسم لكريم فؤاد كريم فؤاد في البوزيشن الجديد في المركز الجديد ده بالتأكيد راجع لأن فيه مدير فني دماغه كلها كورة اختيار كريم فؤاد في المركز ده وخدوا بالكم النقطة تانية كمان كريم فؤاد ما كانش موجود معاه من بداية تدريب كولر للأهلي لأن كريم فؤاد وقتها كان في معسكر منتخبنا الوطن لكن من أول لمسة في أول تدريب قدر السويسري مارسل كولر يعرف هو محتاج إيه من كريم فؤاد في الملعب وبالتالي هدف مميز جدا لكريم فؤاد بالأمس مبارح قدر يكلل بمجهوده في المكان الجديد اللي بيقدي فيه مع النادي الآلي لكن التمرير المميزة كانت من طاهر محمد طاهر والظهور الرائع جدا لطاهر في بداية هذا الموسم مع المدير الفني السويسري مارسل كولر قبل ما أدخل في تفاصيل المباراة بالأمس وفاعدة